كما التقى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مدير عام الشركة الصينية العامة للهندسة المامرية سيساك والتي تنفذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة كما تنفذ عددا من المشروعات بمدينة العالمين الجديدة وخلال اللقاء أكد مدبولي عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر والصين معربا عن التطلع إلى أن تتحول من كونها لمجرد شركة عاملة في مجال المقاولات لتكون مستثمرا شاملا يساعد في جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية في القطاعات المختلفة من جانبه أكد مدير عام الشركة الصينية استعداد ورغبة الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية فضلا عن العمل على جذب الاستثمارات المختلفة